Chapter 8 Carboxylic Acid Lecture 1 Definitions and Nomenclature الأحماض الكربوكزيلية هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربوكزيل كمجموعة وظيفية ومجموعة الكربوكزيل هي زرة كربون متصلة برابطة سنائية بزرة أكسجين ثم زرة الكربون متصلة بمجموعة هايدروكسيل بهذا الشكل وتكتب اختصارا COOH أو CO2H ونلاحظ أن مجموعة الكربوكزيل دائما ما تكون طرفية في الحمض الكربوكزيلي General Formulas تقسم الأحماض الكربوكزيلية إلى نوعين Aliphatic Carboxylic Acids لحصيغة العامة R COOH حيث R مجموعة الكايل و Aromatic Carboxylic Acids ولحصيغة AR COOH حيث AR هي Arryl Group Nomenclature للتسمية النظامية للأحماض الكربوكزيلية أولا نحدد أطول سلسلة كربونية تحتوي على مجموعة الكربوكزيل ثم نسقط الحرف الأخير في البيرنت الكان وهو حرف E ونستعيد أنه بOIC ثم نلحق كلمة Acid بالإسم فنتحصل على اسم الحمض الكربوكزيلي اثنين ترقم السلسلة ونبدأ بمجموعة الكربوكزيل حيث تحمل الكربونة فيها الرقم واحد ثم نرقم بقية السلسلة لتحديد موضع المستبدلات في بعض الحالات نجد أن نظام الأيوباء قد احتفظ بالCommon Names لبعض الأحماض الكربوكزيلية وأصبحت هي المستخدمة مثال لذلك الحمض الكربوكزيلي Methanoic Acid هذا الاسم النظامي Common Name Formic Acid بالتالي أصبح يشتهر بهذا الاسم وهو الأكثر استخداما وكذلك في الحمض الكربوكزيلي الثاني Ethanoic Acid والذي يشتهر بالAcetic Acid أو حمض الخليك في بعض الحالات نجد رابطة ثنائية أو ثلاثية في الحمض الكربوكزيلي ففي هذه الحالة نغير الـ Infix في الاسم التي هي الـ An إلى En إذا كان المركب يحتوي رابطة ثنائية وإلى YN إذا كان المركب يحتوي رابطة ثلاثية مع تحديد موضع الرابطة الثنائية أو الثلاثية في السلسلة وذلك كما قلنا بالترقيم مبتدئين من كربونة الكربوكزيلي مبتدئين من كربونة الكربوكزيلي وإذا كان المركب يحتوي رابطة ثلاثية في السلسلة